اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي كنا نقول وما زلنا وما زال كل أهل العراق يؤمنون بهذه القضية أن الطائفية هي أساس كل هذا الخراب الذي حصل في العراق وأن الطائفية هي المتكأ الوحيد لكل الفاسدين في العراق لكل هذه الأحزاب والقوى التي تحكم العراق ليس لديهم إلا الطائفين وليس لديهم إلا إشاعة هذا الوباء وليس لديهم إلا الإفساد به مرة أخرى تقترب ما يسمونه بالانتخابات وهذه المرة انتخابات مبكرة مثل ما يقولون هذه الكذبة الكبيرة ومرة أخرى ومن جديد تعلوا رايات الطائفية خسروا كل شيء ويعرفون أن الشعب لا يريدهم وبالتالي ليس لديهم إلا الطائفية التكون عليها وواحدة من مظاهرهم واحدة من هذه الرايات الطائفية التي رفعت هذه الأيام هي راية دعوة الميليشيات إلى إزالة تمثال باني بغداد الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور تحت ذريعة طائفية الغريب في هذا الأمر أن هناك عداء ضد كل الشخصيات التي تبني كل الشخصيات التي لها عمق في تاريخ العراق كل دول الدنيا وهذه يجب وكل العراقين يعرفونها كل دول الدنيا تحترم كل رموزها التاريخية حتى وإن كان لها يعني يعني مواقف من عندها لكن تحتز بها وتحترمها وتضع لها مكانتها لأنها قدمت شيء في تاريخها إلا هذه الفترة المظلمة طبعا هذه الفترة من عام 2003 لحد الآن وإلى أن تنتهي هذه الفترة نعتقد أنه عندما يتغير الحال من سيأتي سيجعل هذه الفترة في صندوق مغلق ويرميه في البحر لا تدرس ولا ترى ولا يسأل عنها لأنها فترة مظلمة حقيرة من أسوأ الفترات التي عاشها أهل العراق فترة فيها طائفية فيها سرقة فيها فساد فيها خراب فيها الدعاء فيها كذب فيها كل شيء سيء فبالتالي هذه لا تستحق أن يتم التوقف عندها ما يستحقه أهل العراق عندها أن توضع خطط لكي ينسوا هذه الفترة لكي يعني تذهب من ذاكرتهم لأن وجودها في ذاكرتهم كارثة كبيرة استمرارها لسا تخلق لهم معاناة وأمراض نفسية كبيرة يعني من سيأتي ونظام موطني سيعالج الناس نفسيا يعالجهم من هذا المرضى الذي حل بهم عموما في بداية احتلال العراق جاءوا على تمثال أبو جعفر وأشار يعني وفجروا وقالوا هذا يعني دعا عطا في الآن هذه التظاهرة وكأن الدنيا ربيع مثل ما يقولون وكل شيء وردي وكل شيء جميل وكل شيء صلحوا العشوائيات تملأ العراق أكثر من خمس ملايين ست ملايين عراق يعيشون في مدن عشوائية في مدن الصفيع أكثر من 12-13 مليون عراقي يأكلون من المزابل هناك 7-8 ملايين أمي هناك مرضى هناك جوح هناك 15 مليون عاطر عن العمل هناك خراب هناك مدن مدمرة هناك مستشفيات غير موجودة هناك مدارس غير موجودة هناك جامعات غير موجودة ضياع وشباب العراقي يغادرون ويقتلون في الشوارع ويسحلون هذه لا أحد يسأل عنها لكن يذهبون وكأنه كل الدنيا اتهت لم يوقع إلا هذا التمثال يجب إزالته لأنه بعد إزالته الدنيا ستكون في غير حال مع الأسف الشديد أبو جعفر المنصور هذا هو أبو جعفر عبد الله المنصور بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم القريش هذا هو بغض النظر عن رأينا فيه رأيكم فيه عدكم معه خصومة هذا توفى هذا الرجل وهو الخليفة العباسي الثاني قبل 1246 سنة نحن لدينا خصومة مع شخص توفية قبل 1246 سنة والآن أريد أن نصف الخصومات على حساب شعبنا على حساب ناسنا وعلى حساب أهلنا وعلى حساب حياتنا وإطارنا وجمعتنا وتوفيقنا وسندنا أي كارثة هذه أي كارثة هذه هذا الرجل بن بغداد هذا الخليفة العشرين هذا هو الخليفة العشرون بعد يعني من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من من خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا واحد منهم خليفة العباسي الثاني هو مؤسس الحقيقة للدولة العباسية وباني بغداد بن بغداد سنة 145 هجرية سنة 762 ميلادية إلى سنة 149 هجرية سنة 766 ميلادية خلال أربع سنوات بن بغداد بنها على شكل دائرة وقلها لها سور وقلها لها أربعة بوابات بوابة الشام تصل إلى الشام بوابة الكوفة تصل إلى الكوفة وبوابة البصرة وبوابة خرسان أربع بوابات رئيسية وداخلها بن جوامع ومسجد المنصور وجامع المنصور وبن مراكز ثقافية واستقدم أفضل علماء وبنية أحسن المدارس والجامعات وفي عهده وعهد من جاء بعده يعني تألقت بغداد وصارت عصنة الدنيا والكل يقدم إليها ماذا بنيتم أنتم لك تتحدثوا عن هذه والله لديكم قصص قتل فلان وقتل فلان وقتل فلان أنتم تحدثوا بالواقع الحالي أنتم يوميا تقتلون مئات آلاف سحلتم مئات أكثر من مليون عراقي سحلتموا بشوارع قتلتهم وأجرتهم عشر ملايين عراقي خارج العراق من خيرة كفاءات العراق ست ملايين عراقي وصلوا في مرحلة من المراحل نازحين عن بيوتهم ومدنهم دمرتوا العراق سجون مملوء سجون سرية سجون وتعذيب وقتل وذبح واختيالات بالشوارع هاي الشباب الحلوة شباب تشرين اللي طلعوا وأنتم إذا تدعون بالطائفية وذولة لتربحهم شيعة قتلتوهم بالقناة وما زلتوا تقتلوهم في كربلة وبالنجف وبالبصرة وبالعمارة وبالناصرية الشمري وغير الشمري عبر الجسر وقتل ولد الناصرية ولد العراق ولل الشباب الحلوين وين بناكم هذه كلها تركتوها وجيتوا الآن يعني ما عدكم غير هذا التمثال هذا الرمز تريدون تثيروا الطائفية تريدون تقولوا نحن مخدصين للمذهب لأي مذهب تخلصوا له إذا ما تخلص النفسك والأهلك والناسك أنت لا تخلص لا من المذهب ولا أي مذهب هذا الذي تدافع عنه وأنت تقتل وتسبي وتسلب ودفعت العراق إلى الحضيذ وأوصلت إلى واحد من أكثر بلدان العالم فسادا وخرابا ودمارا وبغداد أسوأ مدينة بالدنيا أنت لا تحاول أن تبني بغداد بشكل جميل وتحسن من عندها تبحث عن التمثال هذه الكارثة التي حلت بالعراق من جراء حكم الميليشيات وحكم الجهلة وحكم هذه العصابات التي تسمي نفسها أحزاب وتدعي الديمقراطية والحرية وتدعي أنها جاءت من أجل المظلومين هذا العراق من ظلم إلى ظلم ودأ يتحصر على الماضي مع الأسف الشديد يعني ربما قال في التاريخ لا خير في أمة لا تحترم رموزها بغض النظر عن رأيك به لا يمكن أن تتساوى في رؤيتك وفي تقديرك مع الآخرين لكل شخصية ولكل حدث لازم الاختلافات هذه وموجودة هذه الاختلافات وهذه كما يقول رسول صلى الله عليه وسلم هذه رحمة الاختلاف رحمة بالأمة أن تكون هناك آراء كبيرة وبالتالي هذه الآراء تتلقح تتلقح مع بعضها وتنتج رأيا جميلا رائعا يبني ولا يهدم ولا يخرب لكن أن تصلوا بالعراق إلى هذا المستوى مع الأسف الشديد لم يبقى لي لا نستودعكم وألتقيكم في حلقة جديدة إن شاء الله إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة